النهاردة كان فيه تأكيد من السيد رئيس مجلس الوزراء على مجموعة كده من الأمور فيما يتعلق بالسلع وتوفير السلع ده هي الأولوية القصوى أيضا الأولوية القصوى هو توفير الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية في هذه الظروف وطبعا كنا نبارح بنتناقش مع دكتور نبين القباج ووزير التضامن الاجتماعي على فكر تضامن 450 ألف أسرة جديدة لمشروع تكافل وكرامة غير باقي المشاريع الأخرى في وزارة التضامن أيضا جزء مهم جدا النهاردة طالب بيه سيد رئيس مجلس الوزراء وده ناس كتير الحقيقة كانت بتتمناها فشاكرين الحقيقة لمجلس الوزراء هذا الأمر هو فكرة مد يعني فيه فكرة أنه هيتم مد المعارض الخاصة بيه السلع الاستراتيجية المخفضة إنها تمتد لفترة أطول يعني ممكن قد تتعدى مثلا رمضان أو تكمل بعد رمضان إن أكيد دي بتخاطب شرائح فيه المجتمع من الطبقة الوسطى فأكيد الناس محتاجة هذا الأمر إنها بتوفر سلع متنوعة بأسعار أرخص من الأماكن التانية فلما تيجي تبص على إجمالي الفاتورة اللي هيخرج بيها ويجيب طلبات بيته سواء في رمضان وياريت بعد رمضان يعني المقترح ده يتم إن شاء الله وطول شوية يعني نتمنى إنها طول شهرين كمان بعد رمضان لأن أكيد ده هيكون متنفس للناس في الفترة اللي جاية ومحدش عارف لسه الأزمة الاقتصادية العالمية دي راحل فين فأعتقد لو تم ده ده هيبقى شيء عظيم جدا ورئيس مجلس الوزراء طلب يعني تصور متكامل بشأن مد هذه المعارض للسلع المخفضة من السادة الوزراء والأسبوع الجاي هتكون أمام مجلس الوزراء فبالتالي قد قد نترقب الأسبوع القادم أو بعد أيام قليلة إنها يكون فيه قرار بمد المعارض زي أهل رمضان أو خلافه بقى أي أن كان المسمى إنها تطول شوية وتبقى السلع المخفضة دي موجودة عند الناس كمان طالب الحقيقة رئيس مجلس الوزراء طالب الوزراء بوضع حلول وتوقعات للتعامل مع أسوأ السيناريوهات لا قدر الله مع أسوأ السيناريوهات لا قدر الله يا ترى يعني إيه اللي ممكن يتعامل ساعتها إزاي يتم تدبير الأمور خاصة لأن الأزمة في المدى المنظور قد لا يبدو قد لا يبدو إن فيه أي بوادر حل في المدى القريب للأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي التدعيات من الواضح من الواضح جدا إن هي ماشية في طريق زمني طويل شوية يعني فرئيس مجلس الوزراء بيقول لا محتاجين مجلس الوزراء يوضع السيناريوهات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما ليه التخفيف من حدتها كمان طالب بالانضباط المالي الكامل يعني الجنيه مش هيطلع غير في مكانه بالنسبة ليه النفقات وإن يكون فيه تقشف في الجهاز الإداري في الدولة إن الماليم اللي يطلع أو التعريف اللي تطلع تطلع في مكانها تطلع بسبب يعني بعض الأمور اللي ممكن تتم فيه وقت السعة أو فيه رحابة مثلا الأمور طيبة جدا الاحتياطيات على أعظم ما يكون الميزانيات ما فيش فيه أي مشكلة فكل هيقبت تصرف يعني من واسعة زي ما بيقول ولكن دلوقتي زي ما بيقول مجلس الوزراء لا محتاجين إن احنا نعمل على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الانفاق بل والتقشف بل والتقشف في عدد من الأمور وإن يكون فيه ترتيب أولويات في الفترة المقبلة وكل وزير هيقوم بمراجعة أوجه الانفاق في وزارته هيحط أوجه الانفاق في وزارته هو سيد الوزير في كل وزارة هيراجع موارد أو نواحي الانفاق أو بنود الانفاق اللي بتتم فيه الوزارة ولازم إن يتم فيها ترشيد للانفاق في الفترة اللي جاية وده الحقيقة يعني أبرز الأمور النهاردة والعناوين اللي كانت فيه اجتماع مجلس الوزراء